أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة على تحركات الأسواق العالمية تحديدا أسواق العملات سنبدأ بها يعني طبعا جميع الأنظار تتحول نحو البيانات الاقتصادية من ناحية ولكن حقيقة الأمر الرئيسي الذي يستحوذ على اهتمام الأسواق في جميع أنواع الأصول خلال هذا الأسبوع تحديدا ومنذ الأسبوع الماضي البيانات أو نتائج الشركات التي تصدر عن الربع الأول كثير من النتائج نسمع عنها خلال أيام الأخيرة الماضية كذلك هذا اليوم ليلة الأمس بعد إغلاق الجلسة الأمريكية سمعنا من IBM سمعنا من Texas Instruments هذا اليوم من تسكو سلسلة المتاجر البيع بالتجزئة في بريطانيا كاتر بيلر أعلنت قبل قليل في الولايات المتحدة الأمريكية كاتر بيلر التي تنتج آلات التصنيعية كاتر بيلر تسجل أول خسارة فصلية لها في 16 عاما خسائر بـ 112 مليون دولار تقريبا أكثر من 500 مليون دولار تكاليف تسريح الموظفين خلال هذا الفصل ولكن الأمر السلبي في نتائج كاتر بيلر هي إعلانها بأنها خفضت من توقعاتها لمبيعاتها وأرباحها للعام 2009 كاتر بيلر تعرف كشركة بلوذر أي أنها مؤشر نتائج وتوقعات كاتر بيلر هي مؤشر عن الحال الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وكان مفترض أن كاتر بيلر انتشد انتعاشا لسيما على ضوء إعلان باراك أوباما عن خطط في البناء التحتية وتحفيز الاقتصاد عن طريق مشاريع في البناء التحتية والتي بطبيعة الحال سيتم استخدام آلات التي تصنعها كاتر بيلر على العموم بالنسبة لأسواق العملات كما نلحظ اليورو ين حاليا على استقرار عند الـ 126.60 كنا قد شهدنا ارتفاعات لمستوات الـ 127 ولكن بدأ الين مرة أخرى يحاول الانتعاش مرة أخرى كان منتعشا الين ومرتفعا في الجلسة الأسيوية على ضوء التراجع الحاد في المؤشرات الأسهم الأسيوية في الجلسة الأوروبية بدأ يخفف الين من مكاسبه ويرتفع وينخفض أمام عملات الأخرى يورو ين كما ذكرنا ماذا عن الدولار الأسترالي مقابل ين لاحظوا بدأ الين يعاود مرة أخرى الارتفاع حاليا كذلك مقابل الدولار الأسترالي الجنيه الاسترليني مقابل ين بعض المكاسب ولكنها طفيفة بربع نقطة مئوية قرب 143 ين بالنسبة للدولار مقابل ين نبقى عند 98 نهبت دون 98 ين الين يستعيد حقيقة هذه المكاسب التي كان قد سجلها في جلسة الأمس تحديدا في الجلسة الأمريكية عندما أغلقت الأسواق الأمريكية متراجعة ما بين الثلاثة ونصف بالمئة إلى الأربعة ونصف في المئة إذن هذا بالنسبة لتحركات الين اليورو مقابل الدولار كما قد شهد ارتفاعات أوصلته لمستويات الدولار 29.90 تقريبا مؤشر ZEW ثقة المستثمرين والمحللين بالاقتصاد الألماني خلال شهر إبريل أو ثقتهم في الاقتصاد الألماني وخلال الأشهر المقبلة هذه الثقة المستقبلية لهم خلال شهر إبريل ارتفعت وسجل المؤشر الثقة المستقبلية أول قراءة إيجابية له منذ يوليو من العام 2007 إذن بالفعل هناك تحسن بالنسبة للتطلعات المستقبلية لازلنا نشهد حالة من عدم الثقة بالأحوال الحالية في مؤشر ZEW من نسبة للمحلين والمستثمرين في ألمانيا ولكن أيضا حدة السلبية في قراءة الثقة الحالية أو الثقة في الأوضاع الحالية أيضا هذه الحدة بدأت تتقلص نوعا ما لربما يشكل هذا قاع بالنسبة للثقة بشكل عام في الاقتصاد الألماني عاد اليورو دولار بعد أن نسجل مستثمرين 29.90 أو 29.80 حقيقة عاد ليقلص هذه الارتفاعات مع استمرار التراجعات في الأسهم الأوروبية لسترليني يسجل بعض الارتفاعات اليوم بعد التراجعات الحادة التي منيها بها جلسة الأمس طبعا نترقب يوم غدا إعلان آلستور دارلين وزير الخزانة البريطانية عن البوجت أو الميزانية للحكومة البريطانية خلال السنة المالية المقبلة هناك أحاديث من أن سنشهد يوم غدا في الميزانية عجز في الميزانية بشكل كبير بسبب إنفاق الحكومة البريطانية على تحفيز الاقتصاد من ناحية والضغوط السياسية من أن جوردن براون سيدخل في انتخابات العام المقبل طبعا هذا يدفع بالإسترليني للتراجع ولكن ما يدعم قلينا الإسترليني اليوم تطلعات البعض بأن الأخبار السيئة حول الميزانية تم احتسابها في جلسة الأمس وصلنا إلى المستويات العادلة تقريبا وكذلك بيانات تاسكو شركة الثائث أكبر بائع للتجزئة في العالم سلسلة المتاجر سوبر ماركت في بريطانيا وفي 13 دولة أخرى أشارت نتائجها إلى تحسن طفيف في المبيعات خلال الأسابيع الأولى من الربع الأول مشاهدين في هذه اللحظات يطلعني منتج البرنامج حسين السليم بأن بنك المركزي الكندي وقبل حوالي عدة دقائق خفض نسب الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتصل نسبة الفائدة في كندا إلى ربع النقطة المئوية وهي أدنى مستويات على الإطلاق من نسبة لنسبة الفائدة في كندا هذا القرار بالفعل مفاجئ حبذا لو حسين السليم قد يعطينا التشارت بالنسبة للدولار الكندي لهذا اليوم قبل أن ننتقل إلى الدولار الكندي نقضى على الدولار مقابل الفرنك للسويسري فرنك 16 سنتيم و80 جزء من السنتيم الدولار يشهد هنا بعض الثبات بالنسبة للدولار مقابل الفرنك للسويسري قرار بنك كندا بالفعل مستغرب لأن جميع التوقعات في الأسواق كانت تشير إلى استقرار الفائدة عند نصف نقطة مئوية لاحظوا طبعا الآن الدولار الكندي يتراجع وبشكل حاد الآن نحو مستويات الدولار وربع الدولار الكندي للدولار الأمريكي الواحد عقب هذا القرار المفاجئ من قبل بنك كندا المركزي والذي صدر قبل دقائق نترقب التقرير النقدي الذي سيصدره بنك كندا يوم الخميس كانت الأعين والأسواق تترقب ذاك التقرير لأن التقرير من المفترض أن يتضمن نوايا بنك كندا حول اتخاذ إجراءات غير تقليدية في تحفيز الاقتصاد يعني شراء سندات خزينة أو ما شابه وذلك في ضخ السيولة في القطاع البنكي وفي الاقتصاد ولكن فجر مفاجأة هنا بتخفيض الفائدة اليوم ومستويات الدولار وربع الدولار الكندي للدولار الأمريكي الواحد على العموم مشاهدينا لنتحدث أكثر عن قرار بنك كندا مع ضيفي من لندن السيد بيتر ديكسن وهو اقتصادي أول في كوميرس بانك معنا مباشرة من لندن بيتر قبل دقائق بنك كندا المركزي خفض نسب الفائدة بـ 25 نقطة أساس الفائدة في كندا الآن عند ربع النقطة المئوية هذا القرار جاء مفاجئا للأسواق ما هي ملاحظاتك على هذا القرار؟ نعم كان القرار مفاجئا أظن ما حاول مصرف كندا القيام به هو تماشي سياسته النقدية من دون البيات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا إنه مفاجئ لأننا نظن أن مصرف كندا قد انتهى من تخفيض معدلات الفائدة ولكن عبر تخفيضه لمعدلات الفائدة 0.25% ربما هذه نهاية تخفيضته لمعدلات الفائدة في كندا وهذا مقارنة ببقي إنحاء العالم سوف نترقب لنرى تأثير الخفض معدلات الفائدة على الاقتصاد طبعا نترقب تقرير نقدي من بنك أوف كندا يوم الخميس هل تعتقد بأنهم سيشيرون في هذا الوقت حول نواياهم لاتخاذ إجراءات غير تقليدية لتحفيز الاقتصاد في كندا أم أنهم سينتظرون لربما إلى وقت آخر ليروا نتيجة الخفض الذي قرروا هذا اليوم أنا أظن أن النمط العام كان أن مصارف المركزية تخفيض معدلات الفائدة لمستويات المخفضة جدا ولكن بعد ذلك يبدأون بتكلومي عن الإجراءات غير التقليدية ولذلك لن أتفاجأ باتاتا في حال بدأ نصرف كندا بتكلومي عن هذه السياسة في المستقبل القريب لأنه يبدو أنه ليس هناك من جدوى أن نرى نتيجة تخفيضات معدلات الفائدة في هذه المرحلة لأن الجميع على ما أعتقد يعمل وفقا لإطار الإجراءات غير التقليدية مثل البنك الفيدرالي وتشعر كندا من أنها يجب أن تتبع خطى البنك الفيدرالي بيتر لنعود إلى أوروبا وتحديدا إلى ألمانيا مؤشر الزد إي دابليو لثقة المستثمرين والفيوتشر سنتيمنت أو فقتهم المستقبلية شهدت قراءة إيجابية خلال شهر إبريل وذلك لأول مرة منذ قراءة يوليو من العام 2007 كيف تقرأ مثل هذا التحسن في الثقة المستقبلية للمستثمرين والمحللين في ألمانيا أنا أظن أن ما يقول لنا هذا المؤشر وأن الأمور ساءت كثيرا خلال الأشهر الماضية وأن المستثمرين الذين كانوا يتطلعون إلى الأشهر ستاة المقبلة من أن الأمور يمكن أن تتحسن وهذا ما يخبرنا المؤشر بالضبط لذلك نعم أن الأمور سوف تتحسن في الأسواق وكذلك المشاة نظر اقتصادية في غضون ستة أشهر ولكن هذا لا يعني أن الأمور سوف تعود إلى ما كانت عليه أظن أن الاقتصاد سوف يستمر أو يبقى منكميشا والأسواق سوف تتعرض للضغطة ولكنها لن تكون بالسوء الذي كانت عليه في نهاية العام الماضي وأوائل هذا العام بيتر نحن نترقب طبعا الميزانية الحكومية لبريطانيا يوم غدا من المتوقع بأن العجز الميزانية سيكون تقريبا 12% من إجمال الناتج المحلي لبريطانيا ما الذي تتوقعه يوم غدا بالنسبة لهذه الميزانية؟ مع الأسف ليس هناك الكثير ما تستطيع الحكومة فعله لأنه كما أشرت فإن العجز مرتفع حتى الآن مقارنة بإجمال الناتج المحلي بشكل نعم فإن الخيارات المزيد من التخفيف اللا أنقدي ما زالت محدودة ولكن ما سنرى هو بعض الإجراءات المحدودة أمورا مثل التخفيض أو وضع المحفظات لصناعة السيارات ومحاولة تعزيز الجهود لتوظيف الناس ولكن هذه الإجراءات سوف تكونها ميشية ولكن أحد الأمور التي يمكن أن نتوقعها وأنه سوف يكون هناك بعض الأعلانات لارتفاع ضارائب لكي تدخل حيث التنفيذ هذا العام والعام المقبل لمحاولة تأرد من الأفجوة في الأمور المالية بيتر ديكسن الاقتصادي في كوميرس بانك شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة مشاهدين تراجعات حدة في أسواق الأسهم وبأكثر من 2% حدة التراجعات تزداد ومعظم هذه الأسواق تشهد تراجعات أيضا خام الخفيف غرب تكسس يتراجع نحو مستويات دون 44 دولار للبرميل الواحد حبذا لو نلقي الضوء عليه أيضا بالنسبة لتحرك سعر برميل الخام جميع هذه المؤشرات الأوروبية تشهد تراجعات بـ 2% في هذه اللحظات تقودها التراجعات في القطاع البنكي طبعا نتائج كانت إيجابية من البنوك في أمريكا ولكن هناك أسئلة حول ديمومة هذه الأرباح هناك أسئلة حول نوعية هذه الأرباح بانك أوف أمريكا بالأمس زاد من المؤونة للقروض المتعثرة أضاف إليها 7 مليارات دولار هناك توقعات لإزدياد التعثر في السداد لأسيما مع ارتفاع نسب البطالة في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة من مستوياتها الحالية عن 8.5 النقطة المئوية إلى 10 في المئة مع التراجعات مشاهدين في أسواق الأسهم أيضا نلحظ تراجعات في الخام الخفيف تسليم مايو يتراجع بدولارين دون الأربعة وأربعين دولار تراجعات بأكثر من أربعة في المئة طبعا نترقب مشاهدين الآن هذه افتتاحية الجلسة الأمريكية طبعا الأمس يوم أمس كنا قد شهدنا تراجعات حادة في الأسهم الأمريكية ما بين 3.5 إلى 4.5 النقطة المئوية شهدنا عدد كبير من النتائج الربع الأول للسركات الأمريكية التي تم الإعلان عنها قبل الجلسة كاتر بيلر خفضت من توقعاتها للأرباح والمبيعات خلال العام 2009 هذه أكيد سيكون دفعة سلبية للأسهم الأمريكية بشكل عام كذلك شهدنا من ميرك في قطاع الأدوية تراجع في أو الأرباح ومبيعاتها تكون جاءت أقل من التوقعات التراجعات حاليا في الداو جونز بحوالي العشرين نقطة في اللحظات الأولى 28 نقطة وتزداد بالنسبة للمؤشرات الأمريكية النازدة كذلك يتراجع حاليا بنحو 9 نقاط والأس ان بي فايف هندرد متراجع بنقطتين ونصف النقطة إذن من المتوقع أن تستمر هذه التراجعات وأن نسجل تراجعات أكثر حدة لربما خلال الدقائق القادمة على العموم تستطيع المتابعة المزيد حول الأسواق العالمية دائما هنا على سين بي سي في برنامج برصات العالم بعد أقل من ثلاثة أربعة ساعة فكونوا معنا